اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل ما راح يمشي الشريط هسه هسه احنا ضربنا مثال على المرباء يعني كل ما تطبخه هواي كل ما راح يمشي الشريط ووقت انترس هذا الشريط راح تسمى هاي طبخة ماستر فالماستر شيف يريد منك خمسة وعشرين طبخة ماستر يعني لازم تسوي خمسة وعشرين طبق يعني او خمسة وعشرين وصفة لازم نسويه الماستر يعني شلون يعني تطبخهم ربها هواي تطبخ تطبخ لما ننترس الشريط هاي صار عدك وحدة من خمسة وعشرين يقضل اربع وعشرين مثلا شوف التل شنو الطبخات اللي مواتها سهلة يعني مثلا عندك هذا الماء عندك يحتاج بس ثلج يعني تجيب ثلج وتطبخ خمس سوي يمتل خط هاي يعني طبخة هيا من خمسة وعشرين عندك اطباق الاسماك انت شوف يعني مثلا توف عندك سهيل بس هاي ما مسوي لان ما عرف ما حتاجته اطباق الاسماك عدكم شباب الاسماك هذا تحصل يعني من الصد راح تحصل هاي شغلات فانت اشتطبخ من تطبخ الوصف وما تحط اربع اسماك هل حط النوع السمكة وتحط ثلاثة توت راح تنحس بطبخة لما ينترز الشريط يعني لما يصير عندكم خمسة وعشرين طبخة اشلون تعرف على هذه الطبخات اللي انت موصل لها مسترشيف تطب منا على الانجازات وتروح على ثاني خيار النوب تروح على ثاني خيار همات اللي اسمه سيرفايفل النوب تختار هذا خامس خيار اسمه ماسترشيف الطبعة لي انا مكملة فما راح يعني خلي اشوف اسم المهمة هي هاي اللي قدامكم شباب هاي ريال ماسترشيف ينتعش نغاطع لها مطلوب منه خمسة وعشرين وصفة راح يطلع لك انت شريط مثل هذا الشرطي او مكتوب لك بخمسة وعشرين يعني كل ما تطبخ راح يمشي يمشي لما يصير خمسة وعشرين وصفة كاملة لهيش راح ينفتح عندك اللقب وتقدر تلقي الألقاب يعني طبعا الملف هذن السهمين وتختار اللقب اللي تريده طبعا انتهينا من الماسترشيف لازم السوي خمسة وعشرين وصفة ماستر اشلون السوي خمسة وعشرين وصفة ماستر يعني تطبخ من نوع الوصفة تطبخ ويطبخ لما يمتلي الخط مالتها اما بالنسبة اشلون تبيع اسلحة ودروع طبعا شباب اي سلاح او اي درع حتى تبيع لازم لازموا التطورة يعني شلون التطورة خلي اراويكم بطاقات التطوير اشلون شكلها طبعا بطاقات التطوير اللي هي هذن شباب هذن البطاقات تطور بهم الاسلحة والدروع طبعا هذن البطاقات ينطوك يان وقد تفتح مخططات فورملا وقد يكون مخطط يعني يطلع لك مخطط مكرر راح يحاولون المخطط المكرر الى بطاقات ارضي من هاي اللي شفتوها حتى تطور بها اسلحة ودروع اشلون نطور السلاح او الدروع وشنو فايدة التطوير طبعا التطوير تطوير الاسلحة والدروع من هذا الخيار اللي قدامكم انه بعدك هاي منها هذا الخيار للدرونات وهذا الخيار للأسلحة والدروع طبعا شباب الطبعة لي مثلا مثلا انت نفترض تريد يطور تطور اي سلاح تريد او اي درع تريد تطور الاوزي حتى ينبع مثلا نفترض هاي الاوزي تضغط عليها وتضغط على هاي هذا الخيار اللي هنا يعني اتأكد السلاح اللي تريد تطور راح يطلع لك عدد البطاقات المطلوبة حتى تطور السلاح جو زر المشاركة جو هال اللي جاي اشرك ومعلي تجوز زر المشاركة وهنا عدد البطاقات مالاتك الار دي طبعا شباب يريد 30 بطاقة فانت شو تضغط على ميد ميد لايف فهي راح يطلع عندك راح يطلع عندك خيار هذا القديم وهذا الجديد فانت تشوف المواصفات القديمة والمواصفات الجديدة طبعا هذا راح ينزل واحد يعني مايفيد فانت اذا شوف وثاني شي شوف السكور اللي فوق يعني هذا السكور 45 حتى تبيع السلاح لازم السكور يصير عالي يعني مثلا يوصل 200 190 او 300 انت اشوف يعني اشوف بالتلفزيون شنو مثلا تبيع الاوزي تروح شنو اقل السكور معروض فانت لازم تسوي مثلا واعلى منه يا الله تقدر تبيع فقلنا شباب خلى عيد لكم خلى عيد لكم سالفة الفورم لحتي ما تدخون بها يعني الطبعة لهذا الخيار والطبعة لهذا الخيار اللي هو تطوير الاسلحة وهذا تطوير قطع الدرونات او بطاقات الدرونات فالطبعة لهذا مثلا تختار الاوزي او السنايبار او اي السلاح انت تريد الطورة فمثلا قلنا ضربنا اختار الاوزي تضغط على المخطط وتختار على هذا الخيار اللي جاي لموض قدامكم راح يتلع لك طبعا عدد البطاقات المطوعة حتى تطوير السلاح مثلا اكو اسلاح تحتاج 600 بطاقة الاوزي يحتاج 30 بطاقة البطاقات هنان اللي يحتاج زر المشاركة فتضغط على ميدي فلا راح يطور السلاح راح يطلع لك خانتين السكور الاعلى انت تختار يعني لازم السكور السلاح يصير عالي اشتلون تختار السلاح راح يطلع لك هذا القديم وهذا الجديد فأنت ما تريد هذا اللي يطلع لك لان ضعيف وسكور عقل ينزل فتضغط هنا وتضغط على confirm عس طورت مرة ثانية هذا هم كذلك يعني لان يطلع ضعيف عن جاي يخسر بطلع انا ما احتعت هذا التطوير بس جاي يخسر على مود اعلمكم فمثلا اذا تضع لك السكور عالي تضغط هنا وتضغط على confirm راح تجي الخواص الجديدة او طبعا راح بالأتاك باور راح يزود ورح ينقص ورح يطلع لك خصائص يعني خصائص بالصراح مثلا او مثلا زيادة الدمج على الحيوانات او زيادة الدمج على المعرف شنو او فصل النت طبعا شباب افتهمتوا هذا الشرح يعني ما اقدر افتح اللعبة بعد وكمل فهاي السالفة لان النت حيو الضعيف بالأراق هاي الايام ومو بس هاي الايام يعني هو من زمان حيو الضعيف وشباب حتى تعرف السلاح ينبع لولا فانت تروح للتلفزيون راح تلقى السكور مال الاسلحة يعني موجود فوقا فتتقان السكور السلاح مالتك اذا كان السكور السلاح مالتك اعلى او مثله فتقدر اتبيعك اما اذا كان السكور السلاح ناصي فهاي السلفة ما راح تقدر اتبيعك وطبعا السلاح وقت الصنعي راح اذا ينبع راح يطلع لك عليه علامة قفل فانت اذا السكور عالي يعني حسب السكور المطلوب بالسوق راح يطلع لك مخفول السلاح فانت لا تفتح حتى تقدر اتبيعك لازم تخليه مخفول وتروح وتعرض وراح يختر راح طبعا وقت عرض السلاح راح يبقى السبع ساعات راح يبقى يعني عندك بالمتجر وبعدين ينعرض ووقت ينبع راح لازم تنتظر 24 ساعة يلا يوصلك الذهب ان شاء الله استفاضيت الشباب واي سؤال عندكم اكتبوا بالقناة او روحوا عالقروب مالتنا اسم لايف افتر بالعربية راح تلقوا هناك عدكم الشباب يساعدوكم ماان موجود وما قصروا ياكم وخلصنا ما عد نعتقد وبس وان شاء الله الحدث الجديد راح يجي بعد يوميا وراح نزلكم علي شرح بالتوصيل مثل ما معبدكم لا تنسون شباب لايك واشتراك 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 بخير فيديوهات ثانية وفينا اشتركوا في القناة